المزيد حول هذا الموضوع برفقة مراسلنا في الجزائر كمال زايد قضت إذن محكمة الجنايات بمجلس قضاء البوليدة الموجود من خلفه بالسجن لمدة 18 سنة نافذة ضد رجل الأعمال السابق رفيق عبد المؤمن خليفة المتهم الأول في أكبر قضية فسد عرفتها الجزائر النطق بالحكم جاء بعد ساعات من تلاوة الأسئلة والإجابات التي قدمتها محكمة أو هيئة محكمة الجنايات والمحلفين على مختلف التهم الموجهة لرفيق خليفة وللمتهمين الآخرين في هذه القضية النيابة كانت قد التمست السجن المؤبد ضد رفيق عبد المؤمن خليفة الذي أدين بتهم مختلفة مثل الرشوة واختلاس الأموال وكذا أهم التهم التي وجهت إليه كانت تكوين جماعة أشرار والتزوير في محرارات رسمية واستعمال المزور وكذا التزوير في محرارات مصرفية كما برأته المحكمة من تهمة استغلال النفوذ البعلمان التركي الجديد يعقد اليوم أولى جلساته بعد الانتخابات التشريعية ترجمة نانسي قنقر